مع التسليم بأن الأعمار بيد الله وأخذم بالأسباب العلم بيقول أن السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة أعوام معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طبية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جداً في كل الأحوال يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد ذاته أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده إنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جداً بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتيرة جداً للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواعها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات بالبسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جداً جداً وسكر وضغط وتصلب شرعين ومشاكل في شرعين قلب في الشباب إحنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والباول كل شوه شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وثلاثين سنة توفى الشاب الفلاني ده عنده مش عارف ربعين سنة توفى فلان عنده ثلاثين سنة توفى إيه يا جماعة في إيه؟ إيه؟ هي المسألة أعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول إن اللي جاتله سمنا مفرطة أنه ده ما تقتلش ده لا تقتل أنا في رأيه علميا طبايا كل الأطباء حيوفقوني في الكلام ده اتقتل إزاي؟ مين اللي قاتلوا؟ اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلم اللي قاتلوا الفاصة فهود اللي قاتلوا أهلوا اللي علموا يأكل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك ديك شوية أنظمة كده وبرطمان في شوية أعشاب هم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جدا مع ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكل الطب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستش واد النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة أهلا بيت أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه بالضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة دي طبعا يعني هو طبعا في البداية أنا طبعا يعني لا يخفى لأحد طبعا المساببات لاستمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حكي ذكرت الموظمها لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأزلين وكان فيه مرض مشهور جدا اسمه سندروم X اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسمينه X اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكوليسترول متلازمة X متلازمة X المتابوليك سندروم كان اسمه سندروم X ضغط وسكر وهيبر كوليستروليميا ووبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض وما حدش عارف إيه السبب يعني طبعا ده المتابوليك سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها انت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريصة أنا من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي إن السمنة لما بتزيد وخصوصا سمنة البطن البسر الفاتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتور جولسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب وده يمكن المتابوليك سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والأيض او المتابوليك سيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاس وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى أنا ما كانتش الوزن في اللي هو الوزن مثلا واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط أنت من الناس المعروفين أنت عمنات سمنة طب أنا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة أنا وزن مستي 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى الميتابوليك سيرجي في الحالات اللي دي هدف أساسي لجراحات القيدة أو جراحات السكر أو الجراحات اللي تتعلق بالأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانتش عندك وزن زايد أزيد من الطبيعي ويمكن القافسو أو الفيدروليد دولار جراحات السمنة والسكر من أيام مدريد كان من أربع سنين أو ممكن من ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا أن الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها أكتر من 32 والسكر غير منتظم أنت منتجتزم تنتظر الوزن الأعلى من كده ومش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط فده ربما يكون عندنا 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش والزبط أنت من الناس اللي تعمل عمليها ده علم يعني طب أنا طبعا مش ده أنا أقصد أن جراحات اللاجية زي عملية تكميم المعدة أو تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحها يعني بتتعامل لأن أنت بتوصل لأرقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقىش عارف تعملها سكر والله أنا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 أو 13 و13 أنت عارف من 10 سنين من 10 سنين بالزبط كنت تشوف سكر 12 أو 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد أو اثنين مرة كل سنة دلوقتي بتشوفهم عادي أيوة لا كتير جدا واحنا نشوفهم أكتر كمان ممكن عشان نسلمنا المفرطة احنا منلاقي الأرقام دي في المتوسط العادي يعني طبيعي وممكن عاملين حاجة اسمها دياري مسكور عاملين سكورنج سيستم يعني بنشوف قد إيه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وقد إيه من بيستفيد بنسبة قد إيه لأن طبعا كلما كان تقدمك أو طلبك للعلاج بادري كلما كنت أكتر يعني واحد بيقول لأنا هستفيد قد إيه من العملية دي أنت في سكورنج سيستم بالنسبة للسكر أنت تاخد الإنسولين قد إيه سنك قد إيه بقى لك قد إيه عندك سكر كلما كان البرامتور ستبعتك دي أحسن ما أنت ممكن توقف علاج من تاني يوم تأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضعفات هتنزل الوزن الزيت هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الأقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الإنسولين لكن سكر أجبها لعشرين سنة تقضي جرعة عالية من الإنسولين فقصدي أنه يعني نطلب طالب اللي لايك في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتبعش مضطر تعمله بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا أنا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل مع مثل هذا السيناريو أول السيناريوهات وأكثرها شيوعا هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخصش أصلا يعني ربما ده يكون ما بيخصش أكتر قبة المعدة متسابة الأنترم متساب المعدة أصلي فده ما بيخصش وبعارف إن ده وبتدخل إحنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة أصلا الشرايين بتاعتها والأوريدة فاعتها يعني هي الطبيعية ما تقصتش أصلا فده معناها إن هي كان فيه سوء ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت أشعة مختلفة سوريسيت لأبعد بعد العملية كان حجم المعدة على مئة سنتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة خمسمائة سنتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني وسعت من كتر سوء الاستخدام وكتر الأكل العنيف فيها ربما توسع على المعدة البعيد والحقيقة إحنا جربنا إن إحنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند أو منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة معرفش يعني أنا شخصيا عندي أنا قللت من استخدامها شوية لأن حسيت إن هي ما فياش روحها في أكل الحاجات الصلبة يعني حتى يقرأ عن تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في إنه تركيب حلقة على أعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بيأكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكارونا انت محتاج يعني تبقى واحد بتنضغ كويس جدا وبتاكل ببطء جدا لو هتدائق من القصة دي أنا بأنصح الناس ما تركيبش الحلقة يعني وتحافظ أحسن بدون تركيب لأن هي فعلا بتمنع تمد المعدة من فوق لكن إحنا الحقيقة هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متضايقة من أكل الحاجات الصلبة عايز يعني وتاكل ببطء جامد يعني هتحجمك قوي وفعلا هتخليك يعني متحفز دول الوقت ونت بتاكل فحافظ يعني من كمية الأكل بحيث المعدة متوسعش النمرة التانية استهلاك السكريات الشديد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها ما زادش ولا حاجة وبتلاقي الواحد عمال يستهلك كتول اليوم شكولتات وإيس كريم وعجنات مع العمل التكمين كنت تعمل بقى تحول مصار ما تعملش عمل التكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن بالرغم أن حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم أن الواجبات صغيرة وبيقولك أنا بجوع انت ممكن ترجع لدكتورة تغذية بتاعك في التيم اللي هو متابعك هو بيعلمك ازاي تاكل الأكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة مثل البروتينز والحاجات اللي هي الخضار والحاكل الهيلس كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة أحيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة أو الارتجاع بيسبب الجوع والإحساس الارتجاع أرصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا أنه محتاج يأكل وبالتالي لو عالقت الارتجاع ورجعت للتيم المتابعة بتاعك يعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة و هتلاقي أمورك ماشي كويس جدا لازم أوضح نقطة برضو أن الجوع لا ينتهي تماما في عمليات التكميم الجوع بيقل في عمليات التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرز هناك الجوع وبالتالي أنت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فأحسسك بالجوع الوضع القديم من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مذهل ده كان بالجوع ده هو دائما كان في ناس تعبيراتها كانت بتقول لي أنا دايما حاس إن أنا جعان أيوة صحيح أنا بحسش بالشبه آه طبعا على طول حاس بالجوع المستمر وبالتالي أنا باكل يعني كلما بتحطلي الفرص اللي بيمنعني من الأكل حاكتين إما النوم أو إن أنا مش لها أكل دلوقتي يعني أنا طلبت أكل ويسا بجاش هم معذورين المصابين بسنطة آه صحيح هم معذورين لأن الجسم عنده منعة تنسورين علي جدا آه أكتر يغير لايف ستاعل بتاعته و وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية إعادة بتقص المعدة لو زيادت في الحجم تقصها عملية بسيطة لو أنت يعني حجم الوعدة قليل وانت بقى أكل سكرات أو يعني مش قادر تحافظ من القصر يمكن تتحول لتحول المصار واصلة بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل تحول المصار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعمل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعمل بسبب مضعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التواقف المعدة فتئة في الحجاب الحاجز حصل حبون ده بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية إصلاح بقى مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لأ ده أنت عشان حصل مضعفات فيها أو فيها مضعفات دي برضو بتتصلح بعملية جرحية تانية ممكن تعمل تحويل مصار معدى كلاسيكي ممكن تصالح الفاتق بس وتسيبه لو عندهش ديء من تحت لو عنده ديء من تحت ممكن تعمل بقى تحويل مصار معدى كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش أو يعني أنت عندك فاتف الحجابي الحاجز كبير وعندك ديء في المعدى من تحت أو عندك التابات في المريء أنت حل واحد ما بعد التكميم هو تحويل مصار معدى الكلاسيكي لا يمكن منقشة حل تاني تحويل مصار معدى المصغر مش هينفع إلا في الناس اللي هي ما عندهش فاتف الحجاب الحاجز أو ما عندهش ديء من تحت أو ما عندهش حمودة جامدة من فوق والتالي ممكن تعمل تحويل مصار معدى المصغر معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات يفهم الوضع ده وهتفسروا كويس ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت تتمنى عمليات تكميم عدية خالص عملها في تلت ساعة يعني بتقعد ليلة في المستشفى ما فيهاش مشكلة لكن هو عملات الإعادة لها فنياتها وانا عايز اوصل الكلام ده للمرضى اللي هم عملوا العملات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة أو مشكلة في مضعفات في حالة كمان قليل لما بنتكلم عنها التواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له أول مرة يسمعوها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله أول مرة ده إيه الالتواء بتاع المعدة المعدة بتلف آه ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مقلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه أسباب أنه أحيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحث يعني أن المعدة مقصوصة طبيعة المعدة وإحنا من قصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الأنتير السيرفس بتاع المعدة زيه بالضبط زي الانفيريور سيرفس الاتنين يكونوا قد بعض أنت بقى لو قصيت من فوق أكتر أو قصيت من تحت أكتر والاتنين أنيكوال يعني هتلاقي المعدة بتاع تلف تلوي نفسها كبير الحكاية دي عشان تفهمه كويس قوي زي البنطلون 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 له اتنين سيرفس ومتخيط من الجنبين صحيح؟ فيه ساعات يعمله بطلون غلط ده يلف البنطلون مشكلات دي بقى دي أنه صعب تشخيصه يعني بيبقى عنده صعوبة في الأكل بيأكل وبيعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة أو مش عندهش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنزار ويلاء المعدة يعني يعني مقفولة شوية يقوم يلف بالمنزار ويعدي هو بالنسباله طالما عدى بالمنزار خلاص كده يعني الدنيا كويسة هو الالتواء حاجة وظيفية يعني أنت مش حاجة أورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني أنت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك أنت كويسة تعال بقى يعمل أشعة يعمل جاستروجرافين أو يعمل بيتلاقي لو حد برضو مش في الموضوع ده برضوش يلقطها يعني أداية السابقة مع الدية أنت السابقة مع الدية يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابقة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقابت جامد تعدي في يوم أرصى وبعدي فبقوله أنت بتاكل وبقوله آه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لمغصة وبتعدي الأكل يعني ويعمل منزار هتلاقيه كويس يعمل دايستادي ما تلاقيهش كويس مش هاقفش هاقلا الجراح المحترف يقفش وفي أشعة على فكرة يمكن اتعملت في السنوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجيدة جدا فيه أنها تشخص اللي هي الستيفولومتري أو أشعة مقطعية سلسية الأبعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا أحيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني إحنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن أكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها أومنت الفيكسيش عشان تتفادى ده بتقوم تسبب طبقة الدهون أو القص المعدة قصة مصبوطة وهو بتاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم تفرد المعدة كده مصبوطة استحالة إنها تتلوق ليه لإن إحنا فيه تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مصبوطة فيه شد على كل الخط الدبابيس فالشد دي تخليه سابت ماينفعش يتلوق مايلويش يعني فيه طريقة أنا أحكي الحكي عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الدبابيس اللي على الليمين والشمال اللي بين قوي مش هودة اللي هو على الشمال على المين الشاشة على المين الشاشة اللي وإحنا بصين من ناحية المين هو ده السوشول لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفريدها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوط بيحصل التوقع مشهور جدا في الأطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة أن أنت لما بتدبس بتلاقيها هي فعلا بتلاقي تتكارمش على نفسها أنت ما أنت سايف فيها دي مش سميك يعني بتلاقيه يبتدى يكارمش على بعض كارمش المعدة دي بعد شوية بيحصل فيها شوية لسقات ويوم الكبد اللازق عليها من فوق خلص ما كارمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب إحنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا أن أنت تقص المعدة قصة مصبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدون على المعدة من فوق لتحت بحيث أن تشدها بحيث أن هي ما تلويش على بعضها طيب أنا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء إحنا أنا يعني قدمت يمكن في الإسابة علميا حتى الآن الالتواء حلوا تحويل مصار معدة كلاسيكي بايرسيرش يعني كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وأنا يعني بنا نقلب الماء العملية من تكميم إلى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء افتحت وتقوم أصل المعدة مفوعة من تحويل مصار معدة كلاسيكي هتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو أنا عندي ولد صغير أو بنت صغيرة في سن العشرينيات مش عايز أعمل لها تحويل مصار وأنا يعني عاملت عملية تكميم عشان أعمل لها خفيفة وحصل الالتواء مش عايز أعمل لها تحويل مصار في حل إحنا أنا عملته ونشرته إن إحنا نعالج الجاستريكتواست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على ممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستروبيكسي إن إحنا دلوقتي أنا دلوقتي ما عنديش دي والطريقة دي أنا فكرت فيها يعني والحقيقة شغالة بس أنا معرفش عن المادة البريدة يحصل إيه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحقيقة فعالة جدا وآمنة تماما وسهلة جدا دلوقتي أنا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني أنا معنديش دي أصلا في المعدة تقوم تدخل أنت بتدخل بـ طالما عندكش ديء بسيطي أنت بتدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات التلافات اللي حواليها تقوم فارد المعدة فردة بسيطة إيه اللي هيمنعني من إن أنا المعدة تتلوى تاني تقوم تثبتها تعمل جاستروبيكسي تلات غرز غرز ما بتدوبش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البنكرياتيكفاشية وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى أنت كده عندك تلات غرز سبتين برولين عادي جدا سهل جدا وارخص جدا ما فيوش حيكة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما هي مش بس كده ده أنت تاخد المعدة بعد ما تفردت وفكتها من الانتساقات وثبتتها في مكانها الأماكن السبتة اللي ما بتدوبش ثم تثبتها كمان في منديل البط يبقى أنت عندك حاجتين يثبتوا المعدة هعملنا سيريز كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني أنت ما انتش مضطر في الجاستريكتواست أن أنت تعمل تحويل مصار معدة كلاسيكي لأن أنت لما بتعمل تحويل مصار معدة كلاسيكي الأوبشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة أو البنت اللي هي عمل التكميمة عشان خفيفة فأنا مش عايز أعمل تحويل مصار ما عندكش حل يا دكتور أن احنا نعمل ده لا فيه حل اللي هو حل علمي يعني واتنشر حل جميل اللي هو أن انت تعمل جاستربيكسي تفرد المعدة مضبوط تعمل جاستربيكسي وتحط أومنت الفيكسيشن عليها كلام علمي أنا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة أوي وزمان كان عندنا حاجة اسمه الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معانا كده الخريطة دي بتبع كبيرة كده ملفوفة كده فلما بتيجي تفردها الخريطة بطبيعة الحل لأنها كنت ملمومة هترجع تلتلم تاني فبتعمل ايه الحل كان بسيط قوي تكيب حاجات تقالات كده وتيجي على أطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا وتقالة مش صحة كنا نفس الفكرة المعدة هتلم هتلف في كده هتتلوي تاني فأنت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكرياس من غلاف اسمه منكرياتك فاش بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص آخر نقطة جيت فردت مضبوط جدا وده توصيف جميل جدا أنا بس عايز أأكد على الأطباء أو أأكد على المرضى برضو إن ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو الفانكشنال لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه أنت محتاج كده لتحول مصار كلاسيكي من الأصل ده إحنا قدمنا الحل ده إن ربنا ينفع بين الناس طبعا وينفع بين الحاجات ده من الحاجات اللي إحنا أنا مبسوط يعني إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله أنت بتسعيدني بالحوار اللي أنا معك جدا جدا وبتدائما بتضيف كل حلقة جزئي كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي دخلين عالم جراحات سمنة لسه نواب أو لسه بيذكروا منشستير هيستفيدوا جدا من حلقتك لأنك أنت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جدا من ناحة العلمية سواء الحدث أو حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيبقى في أستوى الحوار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو إحنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد إن إحنا بنبسط الأمور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الأطراف اللي هو جراحات السمنة طيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرب لأستاذ الدكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة إنشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومستاذ شعود النيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بإنجلترا نورت الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور أنا اسمي سعيد حمدا سعيد العربي عندي 13 سنة وأعمل عملية تكميم تكميم ما هذا مع الدكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيد 75 كالو وأنا كنت قبل العملية كنت زدت في الفترة اللي فات قبل العملية فروحت عملت تحديد سكر فطلع عندي بوادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر ييجي علي فجيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي الترياء علي يعني على التخن شديد وكده دلوقتي ما بقيتش الترياء علي واللبس تماما اختلف اللبس عن قبل العملية غير بعد العملية ومبقاش حد الترياء علي